اشتركوا في القناة وفق اعلى المعايير العالمية والتي جاءت بفضل جهود فريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واوضحت الوزارة ان موافقة المفوضية الاوروبية على طلب الاعتراف المتبادل بشهادات فيروس كورونا الرقمية جاء بعد تأكدها من جهزية تطبيق مجتمع واعي وتوافقه مع المعايير التقنية العالمية المعتمدة في اثبات صحة وسلامة الشهادات الرسمية وهي ذاتها المعتمدة بموجب لوائح الاتحاد الاوروبي ترجمة نانسي قنقر